جاء محمد صلى الله عليه وآله لإحداث عملية التغيير من خلال جانبين الأول البعد التشريع والوحي نعم وهذا الذي هو حصن نفسه يعني العكاز التي اتكأ عليها النبي صلى الله عليه وآله الأساس الذي يتكأ عليه كل الرسول الله أصحاب الرسالات أحسنتم لكن هناك ركيز أصغر لنشر هذا البعد تعتمد على أي شيء تعتمد على إنسان نفسه الغير مرسل على الإنسان المؤمن بهذه الرسالة هذا التنزيل المرسل إليه أحسنتم هنا المسألة خاضعة لمن يعني هنا غير محصنة خاضعة للسنة التاريخية للعلل التاريخية الأسباب التاريخية يعني إن توفر جانب موضوعي مقنع مقنع أو ناضج لأن تستمر هذه الرسالة أو تظهر بشكلها الحسن بها ونعمة أما إذا اختلف الأمر فالتقصير أين يكون التقصير لا يكون في الشريعة ولا في الوحي فإنما التقصير في البعد العملي الذي تحرك من خلاله المؤمنون بهذه القضية أو بهذه الرسالة نعطي حتى يكتمل المطلب بشكل واضح أذر الله لكن البعد العملي ألا يقع يعني ألا يكون على آتق النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أيضا باعتبار هو المحرك طبعا هذا سؤال جدا مهم البعد العملي متى ما تحققه أو تعلقه بذات المعصوم نفسه فهو قد أنجز كماله كالبعد التشريعي أحسنتم باعتبار يعني الفرد الأكمل رسول الله صلى الله عليه لكن الخطأ وين أو التأخير وين يكون في الجنبة الثانية للمخلوق للإنسان جنبة الرسل تكاملية مئة بالمئة يعني لا تحتاج إلى من يوجهها وتخالف هذا التوجه عندما يقول لها رب العباد افعل هي تفعل اترك تترك لكن الباقي أنا وأنت وغيرك وغيرنا هو هاي التأرجح مرة نفعل ومرة لا نفعل مرة هكذا نشك في الأمر حتى وإن كان من قبل الله ولذلك تتأخر ما هي تتأخر الأسس التي تبنى من خلالها الرسالة بسبب شنو عدم امتلاك الفرد المؤمن بالرسالة سواء رسالة الإسلام أو الرسالات التي سبقت الإسلام عدم التفاعل معها والتعامل معها بالشكل الواقع التي أنزلت به نظر مثال بسيط لتتوضح الفكرة في بدء واقعة بدء أو غزوة بدء تحقق النصر كيف تحقق البعد التشريعي موجود هذا أمر مفروغ منه البعد الآخر البعد الموضوعي موجود أيضا كان ناضج للنصر يعني هنا المؤمنون قد فعلوا ما أمروا به يعني أفروا الوسع في الطاعة ولذلك أنجزوا نصر بغض النظر أنه وجود الملائكة أو الدعم المعنى من قبل النبي صلاة وآله أو عندما رفع يديه الشريفتين قال ربي أنك تعلم أن لا أملك إلا هذه العصابة فإنتهلك هلك دينك أو انقضى دينك هذا مساء معنوية واضح لكن هناك في البعد الآخر هناك طاعة قد امتثلها من حضر في هذه الواقع فتحقق النصر إذا ما قارننا هذه الغزوة مع طف الإمام الحسن سلامه وآله الآن سنعرض عليها إن شاء الله من أجل أن أوضح هذه الفكرة الجانبان الأول البعد التشريعي والعمل والعمل البعد التشريعي متعلق بذات الرسول والبعد الذي عليه أن ينشره بين العباد والبعد العمل الذي يطبقه أفراد الأمة حدث البعد الموضوع نتيجة الطاعة التي امتثلوها في غزوة بدر فتحقق النصر فالنصر شمل ماذا؟ انتصرت الشريعة وانتصر المسلمون أو انتصر المؤمنون في واقعة أحد باعتبار هي التي أتت بعد بدر هناك كانت انتكاسة عند المسلمين هكذا كان ظاهرا خسارة للإسلام أو في هذه المعركة خسارة في خسر المسلمون في هذه المعركة هل نقول هكذا لكي يتضح المطلب هل نقول خسرنا أو خسرنا رسالة السماء أو ان رسالة السماء قد خسرت لا لماذا نقول ذلك لأنها بعد تشريعي يعني له حصانة ربانية من الذي تسبب الخسارة؟ هو التلك في تطبيق في تطبيق الأوامر التلك في الطاعة فهنا العنصر العملي قد أخذ مسار السنن التاريخية أو العنة التاريخية يعني متى ما تقاعس الفرد أو لم يتخذ طابع الأوامر كأنها يعني تدخل في عنصر الطاعة من أجل النصر يتحقق الفشد هل فقط عند المسلمين أم عند غيرهم؟ هذه أن نتكلم عن الأسباب والعليل الدنيوية المتعلقة بالأفراد المؤمنين يعني هي سواء عند الكفار أو المشركين أو عند المسلمين أو المؤمنين يعني إذا لم يحقق المطالب النصر بنزعة ذاتية بنزعة روحية لا يتحقق النصر سواء كنت مؤمنا أو العنصر الآخر غير مؤمن ولذلك ماذا يحدث؟ هناك يعني مواجهة في الجهود البشرية جهد بشري مع جهد بشري آخر ما الذي ينتصر؟ ينتصر الذي يطبق ما ما أنزل عليه من قبل الله بشكل واقعي زين هذا طرف المؤمن الآخر يعني كأنه كافر لا يطبق ما أنزله من قبل الله وإنما يطبق العناصر الموضوعية الموجودة في دائرة وجوده لتحقيق النصر بغض النظر أنه مؤمن بالله أو غير مؤمن نعم الرسول يريد أن يبني هذا الواقع العملي الذي يعتمد على طاعته للجهة الصحيحة أو المرتكز الإيمان الصحيح من أجل أن تتحقق الحياة الصحيحة الحياة المتلى الذي من خلالها يرتق الفرد إلى مراتب أسمى أسمى تغدم من خلالها البشرية هذه الخدمة التي نحن موعودون بها